هذا الموقع قادر يصمم لك أي فيديو بدك يا بالذكاء الاصطناعي إن كان بدك إعلان أو إن كان بدك محتوى أو أي نوع فيديو رح تقدر تعمله بالذكاء الاصطناعي وبكل سهولة يعني يا أصدقاء بتضيف صورة عادية إلك أو للمشهور صورة المنتج تبعك مثلا عطر وبضغط الزر رح يدمج لك ياهم سوا وبعدها فيك تنشئ صورة رمزية وتعملوا فيديو ناطق تماما صوتا وصورة وباللغة العربية وكأنه رونالدو هو يعمل لك الإعلان للعطر شو ناطر يلا نتعرف سوا على الموقع وكيف تعمل إعلان رهيب أو فيديو رهيب أو محتوى رهيب بالذكاء الاصطناعي وبسهولة فائقة بتضيف صورتك وبتضيف صورة المشهور مثلا رونالدو وبعدها بتقول إنشاء ورح يبدل الوجه بضغط الزر متل ما عم يشوف حطيت حالي في الملعب بدار رونالدو مثلا فيك تخلي رونالدو يحكي شو ما بدك ويقدم لك ياه بطريقة احترافية يا زقائي هذا الموقع الرهيب بيشتغل بالذكاء الاصطناعي فينا نعمل فيه عدة أشياء فينا ننشأ شخصيات إن كانت شخصيتنا أو شخصيات أخرى أو حتى قطة بتحكي وتعمل محتوى أو تعمل لك إعلان أو شو ما بدك بالذكاء الاصطناعي وكمان في شي رهيب بهذا الموقع إنه فيك تعمل إعلان لمنتج عندك على سبيل المثال عندك عطر عندك صورة فقط فيك تعمل فيديو كامل وإعلان كامل لهذا العطر أو تعمل فيديوهات من صورة بس وتعمل محتوى متحرك أو حتى تنشأ شخصيات متعددة إلك أو لشخصيات أخرى بالذكاء الاصطناعي يلا ننتقل سوا ونتعرف على هذا الموقع السهل جدا لإنشاء محتوى وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي قلونا نبدأ بداية بالقسم الأول إنشاء فيديوهات من موقع Top View AI وكيف نعمل فيديو تسويقي مع أفاتار طبعا يا أصدقائي نحن فينا نتجه مباشرة إلى الميزات يللي موجودة عسبين المثال إنشاء مقاطع الفيديو خيار الأول فيديو تسويقي للصورة الرمزية يعني فيديو تسويقي مع صورة أفاتار نضغط عليها ورح تطلعنا بهذا الشكل متل ما أنا شايفين فينا نعتمد على أفاتار أو شخصيات موجودة بشكل كامل وأتوماتيكي بالموقع أو نحن ننشئ صورتنا الرمزية بينما بالنسبة إلى المنتج فينا نحن نضيف رابط هون للمنتج أو نحمل صورة للمنتج وعلى سبيل المثال أنا أضفت صورة هذا العطر وهون نكتب اسم المنتج مثلا عطر محمول ونعبق لي صف ميزات منتجك ونشوفي يا أصدقاء انتهى كتب لي النصوص وإنشأ لي فيديو إعلاني كامل بالشخصية يلي أنا اخترتها والإعلان صار جاهز مثل ما نشوف مع النصوص وأيضا مع العطر كصورة يلي نحن أضفناها مثل ما نشوف بكامل احترافية خلونا الآن نعمل تجربة لحتى نعمل إعلان من صورة للمنتج بالذكاء للصناعي يعني صورة أي منتج موجودة عندنا رح يقدر يعطيني إياها كفيديو هذا الشي بساعدني على صناعة الفيديوهات التسويقية يا أصدقاء رح تفتح عندي بهذا الشكل أضفت أنا صورة للمنتج يلي جبتها من إنترنت لحتى نعمل التجربة وأيضا حتى ولو كان إلها خلفية رح يقدر يزيل الخلفية وفق الذكاء الاصطناعي ومثل ما نشوف صارت جاهزة الصورة يلي أنا أضفتها وهون فينا نحدد خلفية الصورة أي الخلفية اللي بدنا إياها مثلا هي يلي تناسب أكثر لون العطر اخترتها وبعدها بيقل له إنشاء الفيديو جاهز بعد ما إنشأناه وفق الذكاء الاصطناعي ولم نشوف نشغله بهذا الشكل مثل ما نشوف حول لي فقط صورة إلى فيديو إعلاني ناجح جدا وبشكل احترافي فينا نستخدمه لحتى نطالع إعلانات مميزة بدي أذكركم بشكل سريع أنه فيكم توصلوا لدورات صناعة المحتوى من الألف لليا من خلال الروابط الموجودة بالوصف والتعليق المثبت كميرا أكاديمي بتقدم لكم كل شيء بتعلق بصناعة المحتوى إن كان استشارات أو دورات ومنمشي معكم خطوة بخطوة حتى النجاح يلا نكمل أيضا الميزات الموجودة لإنشاء مقاطع فيديو وفق الذكاء الاصطناعي هي صورة رمزية أو أفاتار للفيديو يعني إذا عنا مثلا صورة رمزية أو أفاتار فينا ننشئها من قوالب الصورة الرمزية العامة طبعا في عنا ميزة هي الأفاتار للفيديو يعني فينا نختار أي قالب من قوالب الصور بكل بساطة لحتى نولد شخصية متحدثة أيضا عنا فيديو بالذكاء الاصطناعي يعني ننشئ مقاطع فيديو من صورة أو نص مع مزامنة الشفاء خلونا نجرب هذه الميزة بشكل سريع بكل بساطة أنا فيني أوصف شو الفيديو يلي بدي أنشئه مثلا فيديو إعلاني عن سيارة منه فراري تتميز بالتعديل نشوف صار جاهز الفيديو خلونا نشغله سوية ومنشوف عملي فيديو كامل لسيارة فراري تتميز بالتعديل متل ما منشوف صار جاهز ومتل ما طلبت منه عشر ثواني مدة الفيديو في ميزات كتيرة متعددة بتساعدنا جدا على إنشاء الفيديوهات والإعلانات بطريقة احترافية جدا من خلال الذكاء الاصطناعي في عنا أيضا ميزات إنشاء الأفاتار أو الصور الرمزية الميزة الأولى هي إنشاء من فيديو يعني عندك فيديو تنشئ أفاتار منه هاي الأفاتار تقول نصوص معينة فمن خلال هاي الميزة أو من خلال بروموت يعني تكتب بروموت وتنشئ أفاتار من وصف نص فقط أو إنشاء من صورة عندك صورة بدك ياها تحكي ففيك تعمل أفاتار قادرة تحكي شو ما بدك أو تدمج صورة لا تكون متحركة وأفاتار وتدمج معها إعلان خلونا نتعلم الآن كيف نعمل فيديو تسويقي مع أفاتار نضغط عليها وطلعت عندي بهذا الشكل فينا نختار أي صورة من الصور يلي موجودة بالموقع أو use my photo أنت تحط الصورة خاصة فيك أو تنشئ صورة بالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال اخترت هاي الشخصية وفيك أيضا تختار صورة لمنتجك مثلا خلونا نرفع صورة العطر نفسه واخترت أنا صورة العطر نفسه يلي جربناه قبل قليل نشوف هل رح نقدر ندمج شخصيا كانت شخصيتنا أو أي شخصية موجودة بالموقع مع المنتج تبعنا تخيل عندك منتج أنت تجميلي أو غير تجميلي أو أي أن يكن فيك تدمجه مع صورتك أو مع صورة أحد من المشاهير هذا الشي رح يكون خارق جدا خلونا نضغط على إنشاء صورة رمزية بإنشاء الصورة الرمزية نحن فينا نتحكم هنا بإلي ادخل هنا هذا النص الذي يحتاج إلى تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي كل بساطة صوت الذكاء الاصطناعي فينا نضغط عليه وأيضا فينا نحدد اللغة المدعومة من حط العربي إذا بدنا الأصوات تكون بالعربية نختار مثلا صوت ليلى من السعودية عطر محمود يعتبر من أجود أنواع العطور اللي تنتجها شركة الجبلي للعطور النص اللي أنا كتبته قالته الشخصية بشكل كامل لو أنا زودت النص أكتر رح تزيد المدة أكتر والآن رح نتعلم كيف ننشأ شخصية من صورة خلونا ننتقل مباشرة للموقع ضغطنا مرة أخرى عن إنشاء الصورة الرمزية واتجهنا إلى إنشاء من صورة فينا نعمل تحليل محلي خلونا نجرب نجيب صورة هل نقدر رح نعمل أفاتار ولا لا أضفت صورة رونالدو بعدها أدخل النص يلي حابين يقوله رونالدو بهذا الفيديو وهلأ رح نقل له إنشاء ونشوف هل رح ياخد صورة رونالدو ويعطيني إياها بشكل احترافي بحيث تكون فيديو ناطق باللغة العربية ومن قبل شخصية مشهورة مثل رونالدو مرحبا لا تنسوا تتابعوا محمود الجبلي للمزيد من المعلومات حول فن الصورة والصوت وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي أكيد لن تندموا أيضا هذا الموقع فيه ميزة تبديل الوجوه خلونا نتعرف كيف بشكل سريع هنا ميزات كثيرة جدا 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 بدها وقت طويل لنشرحها لكن مثل ما حكينا هذا اللي بنقدر نعمله وكتير أشياء بالإضافة مثلا النص فينا ننشئ شخصية افتراضية من خلال النص فقط تبديل الوجوه نبدل وجهنا بأي صورة أو صورة نبدل أي وجه بخلال الذكاء الاصطناعي رح نجربه أكيد الآن أضفت صورتي وأضفت صورة رونالدو خلونا نقول إنشاء صورته وأنا بدأ رونالدو عم ألعب كرة قدم هذا بشكل سريع يا أصدقائي هذا الموقع الرهيب الذكاء الاصطناعي توبي فيو كيف نعمل هاي الفيديوهات كيف ننشئ فيديوهات وأيضا محتوى وإيشي بدنيا بالذكاء الاصطناعي طبعا إذا عندكم أي تساؤل حول هاي الموقع اكتبوا لي بالتعليقات وإذا حابين إشرح لكم أشياء أخرى أكيد لا تنسوا تكتبوا لي كل شيء بالتعليقات أنا محمود الجابي يمور الكاميرا زوج تيرامة طحان لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجاس لحتى تضلوا على الطلاع على كافة المعلومات سلامات